أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الرباء لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واختفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فهذا مجلس من مجالس دورة الأترجة وقد وصلنا في تفسير سورة براءة إلى قول الله عز وجل ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن هذه الآية أيضا فضيحة جديدة لهؤلاء المنافقين فإن هذه سورة براءة جاءت لفضح هؤلاء المنافقين ولذلك سميت السورة الفاضحة والمقشقشة والمبعثرة والمثيرة لأنها كشفت أحوال المنافقين وفضحتهم وما زال ينزل فيها ومنهم 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 حتى قال بعض الصحابة حتى ظنن أن لا تبقي أحدا أو كما قالوا رضي الله تعالى عنهم قال الله عز وجل مبينا بعض مقالاتهم التي يؤذون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم الذين يؤذون النبي أي يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بماذا بقولهم هو أذن ويقولون هو أذن أي هو إنسان يستمع لكل ما يقال له ويصدقه هذا قصدهم بقوله أذن وكأنهم يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ضعيف الشخصية وأنه يستمع لكل ما يقال له من رأي أو خبر وأن أوامره وقيادته إنما هي إملاءات ممن حوله وأنه ليس صاحب شخصية قوية وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك وسمى الله هذا أذن لأن الأذى في العادة هو الذي يؤذي الإنسان دون أن يصيبه بظار بدني مباشر كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا فالأذى مقرون كثيرًا بالأقوال والتهم والسب والشتم ونحو ذلك وقد ذكر الله في سورة الأحزاب شيء من الأذى الذي وقع على موسى عندما كان بني إسرائيل يقولون هو آدر أي كبير الخصية فبرأه الله عز وجل مما قالوا وكان عند الله وجيها قال الله عز وجل في الرد عليه قل أذن خير لكم يعني هو مستمع خير لكم لا مستمع شر فإنه عليه الصلاة والسلام لا يقبل الشر ويأباه ولا يصغي إليه ولا يقبله فيعمل بموجبه أصلا قال الله عز وجل يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله لأن هذا هو أصل الدين فهو مصدق بالله سبحانه وتعالى تصديقا تاما ولا يخف علينا يا إخواني أن معنى الإيمان في الأصل هو التصديق معنى الإيمان في الأصل هو التصديق فالنبي صلى الله عليه وسلم مصدق تمام التصديق والتصديق درجات وليس درجة واحدة والصدق في الإيمان والتصديق هو منبع الإيمان وأساسه وعليه يبنى بقية الإيمان قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي صدقهم فيما ينقلونه لأنهم مؤمنون يخافون الله عز وجل فيما يقولون فإذا أخبره المؤمنون بخبر صدقهم لأنه يعلم أنهم يخافون من الله وأنهم يسعون في المصالح ولا يسعون في الشر والفساد والغيبة والنميمة والقالة بين الناس قال الله عز وجل ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم وهو عليه الصلاة والسلام رحمة رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة ولكنه لمن آمن أما من كفر ونافق فإنه قد يكون رحمة له في جزء ولكنه ليس رحمة في جزء آخر فالمنافق مثلا يدرك شيئا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون كانوا يعيشون بين رسول الله فيأكلون ويشربون ويتزوجون ويدركون كثيرا من الأموال ويعطون وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في الدنيا أما في الآخرة عندما تنكشف الحقائق وتظهر المخفيات فإن الله سبحانه وتعالى يجعلهم في الدرك الأسفل من النار قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم كل من يؤذي رسول الله سواء في حياته أو بعد مماته وهؤلاء الكتاب والملاحدة واللبراليون والعلمانيون ومن يسايرهم ومن ينقول لهم في صحفه أو كتبه أو غير ذا أو موقعه الالكتروني مما فيه أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون في هذه الآية لهم عذاب أليم فليحذر أولئك الذين يسبون رسول الله يشتمونه ينتقصون من قدره ينسبون إليه عليه الصلاة والسلام ما لا يليق به من الأفعال والتصرفات كل هؤلاء ليحذروا من العذاب الأليم فإن الله لهم بالمرصاد قال الله عز وجل في سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر شانئك أي مبغضك هو الأبتر أي المقطوع فيقطع الله ذكره ولا يبقي له من الخير شيئا قال الله عز وجل يحلفون بالله لكم ليرضوكم بينا فيما مضى أن المنافقين قوم يكثرون من الحلف لشكهم في أنفسهم فهم يرون أن الناس يشكون فيهم ولذلك يرجعون إلى الحلف لتمرير باطلهم وتسويق أنفسهم عند المؤمنين ولاحظوا هم لا هم لهم في أن يرضى الله عنهم أو يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما همهم أن يرضى الناس عنهم فيطمئنوا إليهم فيبايعوهم ويشاروهم ويناكحوهم ولا شيء لهم أكثر من ذلك وذلك قال في الآية يحلفون بالله لكم ليرضوكم يريدون رضاكم فقط من أجل أن تسكتوا عنهم من أجل أن لا تفضحوهم من أجل أن لا يعني تنكشف حقائقهم فتقوم عليهم قومة رجل واحد قال الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا يريدون أن يرضوا أحدا فأحق أن يرضوا الله ورسوله بأن يؤمنوا إيمانا صحيحا صادقا من قلب وأن يتقوا الله في السر والعلم وهنا لاحظوا قالوا الله ورسوله فجعل الرسول عطف الرسول على ذاته العلية ليبين مقامه وقدره وأنه لا يكفي أن ترضي الله بل لا بد من إرضاء رسول الله لأنه لو قال إنسان أنا يهمني أن أرضي الله ولو غضب رسول الله نقول لا هذا لا ينفعك لا بد أن يرضى عنك رسول الله لأن رضاه من رضى الله فالله لا يرضى عن عبد حتى يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله أحق أن يرضوه لم يقل أحق أن يرضوهما ليبين أن رضاهما شيء واحد فلا يمكن أن يكون رضى الله سخط رسول الله ولا يمكن أن يكون رضى رسول الله سخط الله أبدا فرضاهما شيء واحد وسخطهما شيء واحد يعني من أرضى أحدهما أرضى الآخر ولذلك قال والله ورسوله أحق أن يرضوه وهذا من بلاغة الآية القرآنية إن كانوا مؤمنين أي إن كانوا صادقين في إيمانه ثم قال الله عز وجل ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله أن يكون في حد والله ورسوله في حد ويكون هو في شق والله ورسوله في شق فأن له نار جهنم خالدا فيها فأن له يعني كأنه مالك لها وقاعد فيها وملازم لها لا ينفك عنها فأن له نار جهنم خالدا فيها أي باقيا وماكثا فيها لا يخرج منها نسأل الله العافية والسلامة ذلك الخزي العظيم أي هذا الخزي الذي ينالونه هو الخزي العظيم وقد عبر عنه بقوله ذلك الدالة على البعيد ليبين أنهم بعيدون جدا من رحمة الله عز وجل ومن الفوز والفلاح قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم هم خوفهم أن تنكشف أمورهم في الدنيا ولأنهم لا يفكرون في الآخرة فهم لا يخافون أن يفضحوا وأن ينكشفوا في الآخرة وهم سيفضحون في الآخرة وأما في الدنيا فسيكشف الله عز وجل من أحوالهم ما يعرف به نفاقهم وإلى أين تميل قلوبهم كما قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول يعني لو نشاء لأريناك هؤلاء المنافقين ولكن الله ما شاء ذلك في أول الأمر ثم شاءه بعد ذلك فأراه الله المنافقين وأعلمه بأعيانهم ولو نشاء لأريناكهم فعلق رؤيتهم على مشيئته ثم قال ولا تعرفنهم في لحن القول أما لحن القول فإنك ستعرفهم به وستبقى معرفتهم به للمؤمنين أيضا فنحن نعرف كثيرا من المنافقين بلحن كلامهم ما نكشفهم إلا بمقالاتهم ببرامجهم بكلامهم بخطبهم بأحاديثهم بتصريحاتهم التي تنقى لنا عبر وسائل الإعلام برواياتهم التي يكتبونها تعرف بها أن هذا الرجل يسر ضغينة تامة لله ولرسوله وللمؤمنين ويضمر حقدا شديدا على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم قل استهزعوا إن الله مخرج ما تحذرون يعني إن استهزأتم بالله وبرسوله وبدينه وبحملة دينه من العلماء والدعاة الصالحين فإن الله سيخرج هذا الذي كنتم تحذرونه ولذلك لا بد أن ينكشف المنافقون ولا بد أن يعرفوا لأنه لو بقوا مستترين لا يستطيع أحد أن يعرفهم ولا يبدو عليهم شيء يكشف عنهم فإن هذا سيكون صعبا وشاقا على أهل الإسلام ولكن الله من رحمته وفضله جعل هناك ما يكشف حقائقهم ويبين ما في ضمائرهم من ألفاظهم وأقوالهم وتصرفاتهم التي ذكرت في هذه السورة وفي غيرها من آيات الكتاب العزيز قال الله عز وجل وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ لَا يَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ هذه نزلت في حادثة معينة وهي أن بعض المنافقين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فبدأوا يتكلمون وكان أحد الصحابة يستمع إليهم فقالوا من ضمن ما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون الصحابة رضو الله تعالى عليهم أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يتهمونهم بأنهم أكبر الناس بطونا وأكذب الناس ألسنا وأنهم جبناء عند اللقاء منكم يكون هذا التعيير أنتم أيها المنافقون الذين لا يعرفوا منكم خير عجبا فلما استهزأوا بهؤلاء إلى أئمة الكبار وهؤلاء الصحابة الأجل أنزل الله فيهم هذا فجاءوا يعتذرون قال الله عز وجل وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ عَمَّا قَالُوهُ وَعَمَّا نُقِلَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيَقُولُنَّ أَمْرُ اللَّهِ كِتَابُ اللَّهِ ذَاتُ اللَّهِ الْعَلِيَّةِ رسول الله أصحاب رسول الله الذين يجاهدون في سبيل الله والذين نصروا دين الله والذين رضي الله عنهم كما يأتين في الآيات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله أكبر ما وجدتم إلا هؤلاء تستهزئون بهم وتسخرون منهم قال الله جل وعلا قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا عذر لكم لأن الإنسان لا يصل إلى هذه الأشياء المحترمة والمعظمة والموقرة في القلوب إلا لأن قلبه قد احتقارها وقد كفر بها ولا يرى أنها من الحق في شيء بالله عليكم هل تجدون إنسانا يسخر مثلا من نسبه وقبيلته ويعرضها لأن يتحدث الناس فيها لا لأنه يرى نفسه شيئا كبيرا فكذلك فكذلك كل من يعني وقع في الرب سبحانه أو في الرسول أو في خيال المؤمنين لإيمانهم لا لذواتهم يعني لو انتقص رجل من رجل من أهل الإيمان ليس لكونه مؤمنا وإنما لخلق فيه فإنه لا يدخل في حكم هذه الآية أما من انتقص من العلماء من الدعاة من المشايخ من حملة القرآن من من وهو في قلبه أنه يريد الانتقاص من من كان على شاكلة هؤلاء في إيمانهم وصدقهم وتقواهم فإنه داخل في حكم هذه الآية وبهذا نحذر أيها الإخوة من مجارات بعض السفهاء في الاستهزاء بالعلماء والمشايخ والدعاة وحملة العلم وحملة هذه الأمانة أمانة نقل الدين قال الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فحكم عليه بالكفر لماذا؟ لأن مثل هذا لا يصدر إلا عن ضغينة داخلية وكفر في القلب وإلا لو كان الإنسان معظما لله ولرسوله ولحملة الدين فإنه لا يمكن أن يجعلهم محط سخرية ولا استهزاء يا أخي ترضى أن يسخر أو أن تسمع من إنسان أن يسخر من أمه؟ هل يقبل أحد مننا أن يسخر مثلا من أمه؟ لا أحد لأنه يرى أن أمه شيء كبير في نفسه فهو يوقرها ولذلك يجعلها خارج محل الاستهزاء والسخرية واللعب وهكذا هؤلاء لو كانوا يجلون الله ورسوله والمؤمنين ما استهزأوا بهم ولا سخروا منهم وستأتي عقوبة عظيمة بالغة في يوم القيامة يجعلها الله بيد المؤمنين وهي أنهم يسخرون منهم كما سخروا منهم كما سيأتي في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يبحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم أي يوم القيامة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل جوزي الكفار بما كانوا يفعلونه وما كانوا يصنعونه بالمؤمنين من الاستهزاء والسخرية نعم لقد جوزوا أعظم الجزاء قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم يعني إن عفونا عن طائفة بسبب توبتهم وصدقهم وقد ذكر أن بعض هؤلاء المستهزئين تابوا فصدقوا في توبتهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين يعني إذا تاب منهم طائفة فإن الإثم باق على من لم يتوبوا سيعذبون عذابا أليما لأنهم أجرموا والإجرام في القرآن لا يردوا إلا في حق الكفار قال الله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض جعل بعضهم من بعض في صفاتهم وفي أخلاقهم وفي تعاونهم على نفاقهم والعجيب أنه لم يقل المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء وبعض قال بعض العلماء السر في ذلك أن المنافقين لا يجمع بينهم دين ولا تجمعهم عقيدة إنما يجمعهم بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقدهم على أصحاب رسول الله وكراهيتهم لدين الله هذا هو الجامع بينهم وذلك قال بعضهم من بعض في حال النصارى واليهود قال في سورة المائدة يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض لأن لهم دينا النصارى يجتمعون عن النصرانية واليهود يجتمعون عن اليهودية أما المنافقون ليس عندهم دين إلا البغف ولذلك قال بعضهم من بعض من بعض يشبه بعضا في الصفات ولذلك ما تختلف صفاتهم في عهد رسول الله ولا في زماننا هذا فمن تلمس صفاته معرفها في السيرة النبوية سيعرفها اليوم لا محالة تختلف الأدوات والأشكال والأوضاع لكن الحقائق واحدة قال بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف تجدهم دائما أمرهم بالمنكر إذا جاءت قضية فيها مثلا حرية المرأة المسلمة وانفلاتها من دينها وخروجها على حجابها بدأوا ينادون ويكتبون ويتكلمون فإذا جاءت قضية أخرى فيها مصلحة للمرأة المسلمة في مالها أو في حفظ حقها سكتوا وكأنهم لا يسمعون والقضايا تتكرر في كل يوم ما من قضية يكون فيها فساد أخلاقي إلا وجدتهم يكتبون وينادون وما من قضية يكون فيها يكون فيها يعني مصلحة لأهل الإسلام إلا وجدتهم يسكتون ولا يكتبون ولا ينتصرون لماذا؟ لأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم وأنا أسأل يا إخواني هل رأيتم أحد من هؤلاء الليبراليين أو الكتاب العلمانيين يبسط يده في الخير؟ ما هو دورهم في الجمعيات الخيرية؟ ما هو دورهم في النفع العام؟ لا تكاد تجد لهم دورا إنما دورهم في ترويج الرذيلة فهم سعات في ترويج الرذيلة لا غير قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم نسوا الله فخرج ذكره من قلوبهم فنسيهم أي عاقبهم بأن أهملهم ولم يباري بهم ولم ينقذهم مما هم فيه لأنهم نسوا الله جزاء وفاقا قال الله عز وجل إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون هم الفاسقون وهذا التعبير في القرآن يدل على الحصر يعني لا أحد مثلهم في الفسق إن المنافقين هم الفاسقون أي لا غيرهم والفاسق هو الخارج المتمرد عن الطاعة وقد بينا مرارا أن النفاق والفسق والشرك والظلم والكفر يكونوا على وجهين أصغر وأكبر فالأصغر لا يخرج من الملة والأكبر يخرج من الملة الشرك الأكبر يخرج من الملة النفاق الأكبر يخرج من الملة الكفر الأكبر يخرج من الملة أما الكفر الأصغر مثل انتساب الإنسان إلى غير أبيه ومثل قتل المؤمنين بعضهم لبعض فإن هذا كفر أصغر لكنه لا يخرج من الملة قال الله عز وجل مبينا ما وعد به المنافقين قال وعد الله المنافقين والمنافقات لما لم يقل وعدهم أعاد ليؤكد ما هو الوصف الذي استحقوا به ذلك الوعيد فقال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هذا هو موعودهم عند الله فإنهم لن يلقوا بعد موتهم عند الله إلا هذا الوعيد المؤلم نار جهنم ثم قال خالدين فيها ليسوا يعذبون بالنار ويحرقون بها ثم يموتون وينتهون بل يخلدون فيها كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ثم قال هي حسبهم يعني هذه النار كافيتهم لأن الله قد جعل فيها من العذاب شيئا مهولا لا يقادر قدره ولا يعلم منتهاء ولا يعلم منتهاء إلا الله قال ونعنهم الله أبعدهم وطردهم من رحمته ولهم عذاب مقيم لهم عذاب دائم ثابت لا يتحول ولا يتوقف ثم بيّن الله عز وجل أنهم أي المنافقون كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أي هؤلاء المنافقون مثل من سبقهم من الأمم في كفرهم وضلالهم وعمايتهم عن الحق وعدم سماعهم وقبولهم لما آت الله الأنبياء وأوحاه إليهم قال كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة يعني احذروا أيها المنافقون فمن كان قبلكم كفروا بالأنبياء والرسل وكذبوا لكن هل نفعهم تكذيبهم أنزل الله بهم بأسه وأحل بهم عقوبته وكانوا أشد منكم قوة وأعظم وأكثر منكم أموالا فما الذي يجعلكم تأمنون مكر الله وتأمنون عقوبته قال كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم من الدنيا فاستمتعتم بخلاقكم أي أنتم أيضا استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أي شابهتموهم في الخوض بأن رددتم على النبي صلى الله عليه وسلم قوله وكذبتم آيات الله واتهمتم الرسول بأنه ساحر وأنه كاهن وأن هذا القرآن سحر يؤثر وأنه أساطير الأولين تكلمتم بنفس الكلمات التي تكلم بها من سبقكم سبحان الله كما قال الله عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسولهم إلا قالوا ساحر أو مجنون سبحان الله أتواصوا به لا لم يتواصوا به بل هم قوم طاغون هكذا الطغيان يورث أصحابه هذا المورد الذي لا مورد سواه بالنسبة لهم قال أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أي ردت ولم تقبل وذهبت ومحقت حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يقبل من أعمالهم ولو كانت صالحة في ظاهرها شيء ولن يكسبوا منها خيرا وأولئك هم الخاسرون كأنه لا خاسر غيرهم لأن هذا التعبير وأولئك هم الخاسرون يدل على الحصر فالجملة الإسمية وضمير الفصل والتعريف بالألف واللام يدل على الحصر قال الله عز وجل مذكرا إياه ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات ألم يأتيهم خبر هؤلاء الأقوام الذين جاءوا من قبلهم فكفروا بالرسل فأنزل الله بهم بأسه وعقوبته قوم نوح نزل بهم الطوفان قوم ثمود أهلكوا بالصيحة قوم إبراهيم حل الله بهم عذابه وعقوبة أصحاب مدينة وهم أصحاب شعيب أعذبهم الله بيوم الظل وبالصيحة والمؤتفكات وهم قرى قوم لوط الذين كذبوا لوطا وفعلوا الأفاعيل الشنيعة البشعة منها إتيان الذكران من العالمين قالب الله قراهم رفعها في السماء ثم قالبها حتى لم يبق منهم ديار ولا نافخ نار وكان ذلك من عقوبة الله البالغة فيهم أتتهم رسلهم بالبينات أي جاءتهم بالدلائل الواضحات ولكنهم كذبوا ولم يؤمنوا قال الله جل وعلا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي أن الذي أوقعه الله بهم لم يكن ظلما من الله لهم فالله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما فهو لا يظلم أحدا شيئا ولكنه سبحانه وتعالى ينزل بعباده من العقوبة ما يناسب ذنوبهم ولذلك قال وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أي هذا ظلمهم لأنفسهم لأن الله سبحانه وتعالى قد أبلغ لهم في البيان فأرسل لهم الرسل أنزل لهم الكتب جعل مع هؤلاء الأنبياء الآيات والمعجزات ولكن هؤلاء كذبوا والعياذ بالله وأبوا وعاندوا وظلموا وبالغوا في العداوة لرسل الله وأتباع الرسل فأنزل الله بهم عقوبة وأحل بهم بأسا قال الله جل وعلا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا وَبَعْضُ بعدما ذكر المنافقين وذكر الكافرين وما كان لهم من العقوبة ذكر المؤمنين وما هي صفاتهم وما هو الوعد الذي سيلقاهم بعد موتهم قال وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا وَبَعْضُ قدم المؤمنين لأنه في القرآن يقدم الرجال على النساء قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالله قد فضل جنس الرجال على جنس النساء ولذلك في كل الآيات يقدم الرجال على النساء إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات خلافا لما نسمعه الآن في نشرات الأخبار عندما يقول المقدم أو المذيع يقول سيداتي سادتي أيقدم النساء وهذا من فعل هؤلاء المنكسين المقلوبين الذين يريدون قلب الحقائق قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي بعضهم يتولى بعضا بالنصرة والتراحم والتعاطف والقيام بشون بعض والصلة والسلام وغير ذلك من أنواع الولاية ومن أعظمها وأجلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ويتعاونون عليه وينهى بعضهم بعضا عن المنكر ويحذرون جميعا منه ولذلك لما ذكر الولاية هنا بدأ بأول صفة من صفاتهم المتصلة بالولاية وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لأنها أولى من إقامة الصلاة وطاعة الله ورسوله ولكن لمناسبتها للمقام فإن مقام الولاية والتعاخي المناسب فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك المحبة الحقيقية لأخيك هي أن تأمره بالمعروف وتناوى عن المنكر وأن تغار عليه وأن تصلح شأنه وأن لا تأخذك في الله لومة لائم في أن تنقذه من المعصية ومن أن يكون تابعا لإبليس ومن أن يكون من حزب الشيطان قال الله عز وجل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقول شيخنا العلامة عبد العزيز بن بازر رحمه الله ما أعلم شعيرة قدمت على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لفضلها وعظيم منزلتها كما أنها قدمت في سورة آل عمران عندما قال الله كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ليس لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهم من الإيمان بالله ولكن لأنه ألصق بوصف الخيرية التي وصفت بها الأمة قال الله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة أي يؤدون الصلاة على وجه الإقامة بخشوعها وخضوعها ووضوئها وطهارتها وجميع شروطها ويكملون أركانها ويأتون بسننها وواجباتها ويفعلونها على أحسن الوجوه وأكملها فإن الصلاة لا تنفع الإنسان ولا يرى المرء ثمرتها حتى يأتي بها على وجه الإقامة قال الله عز وجل ويؤتون الزكاة أي يؤدون الزكاة الواجبة المفروضة عليه وقد اقترن إيتاء الزكاة بإقامة الصلاة في أكثر من ثمانين موضعا وذلك لأن إقامة الصلاة حق لله وإيتاء الزكاة حق للعباد والدين مبني على هذين الأمرين أداء حق الله وأداء حق العباد وليس الدين حقا للعبد حقا يؤديه العبد لله وحده ويهمل حقوق عباده بل لا يكمل دينك حتى تؤدي حقوق العباد من والدين من زوجة من أولاد من جيران من فقراء ومساكين من 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 إلى آخره لأن أداء حقهم هو أيضا مكمل لأداء حق الله سبحانه وتعالى قال ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أي يطيعونهما في كل أمر إذا أمروا به وفي كل نهي إذا نهوا عنه فلا يقدمون عليه قال الله عز وجل أولئك سيرحمهم الله هؤلاء ستتحقق لهم الرحمة وهذا يبين لنا أن الذي يستحق الرحمة من الله هو الذي يعمل قال الله جل وعلا في القرآن العظيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ولذلك من يحتج بالرحمة وهو مقصر ولا يعمل لا يصلي ولا يؤدي ما أمر الله ما أمره الله به فهو يكذب على نفسه لأن الإنسان إنما يرجو رحمة الله إذا أدى ما عليه ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أي الذين عاملوا وتعبوا وجاهدوا وهاجروا هؤلاء هم الذين يرجون رحمة الله وهكذا نحن نقول لمن يزرع ويجتهد ويبذر الحب ويجري الماء هؤلاء هذا يرجو أن ينبت الله له الأرض أما من يتمنى يقول أنا أتمنى أن تكون لمزرعة طولها وعرضها وفيها من الأشجار كذا وكذا لكنه لا يعمل هل هذا يرجو رحمة الله؟ لا يرجو رحمة الله هذا من أهل الأماني والأماني رؤوس أموال المفاليس كما قال العلماء قال الله عز وجل إن الله عزيز حكيم ثم بيّن الله وعده لهؤلاء المؤمنين وهؤلاء المؤمنات وذكر المؤمنون وذكر المؤمنات لبيان أن كل واحد منهم يستحق الجزاء بذاته وليس تابعا لغيره وأن المرأة تجاز على عملها وأن عملها الذي تجاز عليه عند الله مثل ما يجاز الرجل تماما لا يفضل رجل على امرأة ولا امرأة على رجل في الجزاء الأخروي بل كل منهم يأخذ حقه وافيا كاملا مكملا قال الله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات وليس جنة واحدة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي تجري من تحتها الأنهار وهذه الأنهار منوعة من ماء من لبن من خمر من عسل مصفى ولهم من كل الثمرات قال خالدين فيها ومع هذه الجنات هناك الخلود والبقاء والدوام الذي لا يتغيرون معه ولا يتبدلون معه قال ومساكن طيبة في جنات عدن أي وجعل الله لهم عز وجل ووعدهم الله مساكن طيبة أي بيوتا طيبة جميلة في غاية ما تكون من الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وما بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن رواه الإمام البخاري ومسلم وورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا في السماء ستون ميلا في السماء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا أي له أهل في زاوية هنا وفي زاوية هنا وزاوية هنا وزاوية هنا لا يرى بعضهم بعضا من عظمها وهي لؤلؤة واحدة مجوفة أي نعمة هذه النعمة التي سيسكن الله فيها المؤمنين أو سيجعلها للمؤمنين في الداري الآخرة قال في جنات عدن أي في جنات إقامة ثم قال ورضوان من الله أكبر أي ما سيحل الله بهم من رضوانه أكبر من ذلك وأعظم أجل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك يا ربنا والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا هذا هو أعظم جزاء يناله المؤمنون في الدار الآخرة وهو أن يحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا ذلك هو الفوز العظيم وأشار إليه بقوله ذلك ليبين علوه وارتفاعه وأنه جزاء عظيم حقا نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا فضله وأن يجزل لنا عطاءه وأن يجعلنا من أهل الجنة الذين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وأزواج مطهرة ولهم فيها أيضا مساكن طيبة في جنات عدن ولهم فوق ذلك الرضوان من الله سبحانه وتعالى وإلى هنا ينتهي هذا المجلس وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر